بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة لعبة الفوتبول منشر النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنتفرج على هدة مباريات لفريق نوروتش سيتي بالنسخة الجديدة اللي هي نسخة 24 احنا عارفين ان نسخة 24 بتدعم الملفات القديمة اللي متسيفة بنسخة 23 معايا ملف اللعبة بنسخة 23 كل اللي انا بعمله ان انا بعمله كوبي وبحطه في الفولدر الجديد بتاع لعبة 24 ادي هنا فوتبول منجر 24 باجي هنا عند الجيمز وبعمل بيست بلزق الملف القديم لما حاجة شكل اللعبة وحنستنى لما ندخل على الصفحة الرئيسية للعبة لو انا جيت فتحت اللود هلاقي هنا ادي نسخة نوروش سيتي اللي كنا بنلعبها بنسخة 23 هفتح اللعبة زي ما تشايفين بيعمل converting game بيحول اللعبة من ملفات 23 بيخليها قابلة للعب في نسخة 24 بعد كده بيطلب مني ان انا اعمل سيف للجيم هنا هيسيف الجيم بالاعدادات الجديدة بتاعت 24 بيعمل زي ما تشايفين كده بيعمل سيف انجل الجيم بالطريقة دي انا هقدر كل مبارياتي السابقة اللي انا كنت بلعبها في نسخة 23 بالنسخة 24 يلا بينا ندخل نتفرج على بعض اللقطات ونشوف محرك اللعبة الجديد هيبقى عامل ازاي معنا اول حاجة هتقابلنا هي او الضربات السابقة زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان في نظام جديد جدا للضربات السابقة لدرجة ان هم خصصوا رول جديد او دور جديد وهو مدرب مسؤول عن الضربات السابقة وكنا شرحنا بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت ازاي اعمل الضربات السابقة بتاعتي وقلنا ان هو بيقترح عليك بعض الاقتراحات وانت بناء على هذي الاقتراحات بتختار كيف تكون الضربات السابقة بتتنفذ سواء الهجومية او الدفاعية الضربات الوكنية والضربات الحرة المباشرة ولو جينا عند الاصطف بتاعنا هنلاقي ظهر الدور الجديد اللي هو دور سيت بيس سكوتش تحاول تتعاقد مع سيت بيس سكوتش كويس علشان واضح ان الضربات السابقة هيبقالها دور كبير في نسخة 24 من الاشياء الجديدة اللي ممكن بردو نستخدمها في نسخة 24 وكنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت هي الانفيرتد وينج باك وشرحنا الانفيرتد وينج باك بيعمل اين؟ حاجة جديدة ظهرت بردو في هذه النسخة هو دور الليبرو الليبرو في النسخة اللي قبل كده ما كانش ينفع يتلاعب بيه إلا في حالة وجود ثلاث لعيبة في السنتر باك يعني لازم يكون في اتنين سنتر باك والليبرو كان بيبقى في النص في النسخة 24 سمحت لنا ان احنا نلعب بالليبرو في وجود لعبين بس يعني انا ممكن لعب زي دوت مثلا يتحول الى ليبرو سواء في الدور الديفند او الدور الساب بورد الليبرو زي ما انتم عارفين نقدر نقول انه هو بريميكر متأخر شوية لازم الليبرو يكون عنده بعض المهارات زي مهارات اللي موجودة عند البريميكر فلو انت لقيت لعب عندك الباسنج بتاعه والتكنيك والفيشن بتاعه في حدود معقولة ممكن تستغله كأنه ليبرو يعني انا على سبيل المثال مثلا عند هذا اللاعب اللي هو سام بايرام هذا اللاعب انا شايفه انه هو ممكن يؤهل انه هو يكون ليبرو هستفيد من الموضوع دوت ايه ان ليبرو هتجيه بيتقدم احيانا لخط الوسط وبيحاول يشارك في بناء الهجمة اكتر شوية من البول بيليينج ديفندر وفي نفس الوقت مش حبقى الان من هو يسيب مكانه في الخلف لان حيبقى فيه انفردد وينج باك بيغطى عليه وممكن اكسبه هذا اللاعب مهارات مهارات اللاعب حاوليكم معلومة حلوة يمكن كتير ما يعرفهاش انتو عارفين ان مهارات اللاعب او الصفات بتاعته مختلفة ومتنوعة في مهارات يمكن ان الضاعب يتطور فيها بسرعة شديدة اللي هي مهارات المستوى الاول وفي مهارات اللاعب ياخد فيها وقت طويل لغاية ما يتطور فيها ممكن هذا الوقت يوصل الى سنين اللي هي مهارات المستوى الرابع اللي هي والاسرار والتصارع والسرعة وما الى ذلك زي ما انتو شايفين كده حكد ان من مهارات اللي بيحتاجها هو التوقع والتمركز والقوة البدنية عشان تساعده في الاستحامات واتخاذه للقرارات حكتشف ان الاربع صفات دول من الممكن ان انا اركز عليهم في تدريبات اللاعب فازودهم عنده بسرعة شديدة جدا وانا الموضوع ده انا كنت جربته وفعلا كنت بالعب بليبرو ووجدت ان هذا الليبرو فعلا اداني خيارات ممتازة في بناء الهجمات وخصوصا لو انت بتلعب بناء هجمات من الخلف هيسمح لك انك انت يبقى عندك متأخر ولكن خلي بالك ان لازم تكون مهارة الباسنج عنده تكون عالية من الاول لان الباسنج دي من المهارات اللي هي مش هتتطور معك بسرعة وبسهولة فالفكرة اللي ممكن تتنفذ في نصف اربعة وعشرين وما تنفعش تتنفذ في اي نسخة تانية هي وجود الانفرتد وينج باك مع الليبرو زي ما قلنا ادي اللاعب ده مناسب جدا ان هو يبقى ليبرو حيتقدم الى منتصف الملعب اي نعم مش هيوصل قدام جدا هيوصل هنا لمنتصف الملعب اثناء بنائك للهجمة ويلعب كأنه بريميكر في هذه المنطقة وفي نفس الوقت زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت انصحك انك انت ترجع تتفرج عليها هيبقى الانفرتد وينج باك هيقدر يغطي عليه وده نفس الدور اللي فريق منشستر سيتي بيلعب به اه لو احنا شفنا في التحليل التكتيكي دوت بيتكلم هنا عن دور جون ستونز ان هو بيلعب كأنه لبيرو لو انت بصيت هنا كأنه لبيرو جون ستونز بيتقدم الى الامام بيشارك في بناء الهجمة بيبقى ويبقى في جنب رودري اللي هو الديفنسب متفيدر ودياز بيخش بيغطي عليه كأنه اشبه بالانفرتد وينج باك اه طبعا بيبقى وارديولا يعني مغير شوية في هذه التكتيك ولكن الفكرة اشبه باللي انا شرحتها تقريبا انت كده استفدت بذاعب زيادة في اه خط الوسط بتاعك وفي نفس الوقت ما احملتش الجانب الدفاعي الفكرة دي انا جربتها في احد الادوار وفعلا نجحت معي جدا واصبح الفريق عنده زي ما انت شايفين في الصورة هنا كده مهارات تمرير عالية اه الفكرة دي ما كانش هتتنفذ الا في نسخة اربعة وعشرين بس من الاشياء الجديدة برضو زهرت في نسخة اربعة وعشرين هي قصر اصابات اللاعبين علشان يبقى فيه محاكاة للواقع نوعا ما الموضوع دوت كان بيخليك تحاول دايما تخلي بالك من الكنديشن او الحالة البدنية للعيبة عندك كنت اه بعد كل المباراة طبعا كان الكنديشن بتاع اللاعبه كان بينزل بيصل الى هذه المستويات تقريبا اه اللي هي البور او الفري بور فكنت دايما بخلي اللاعبه قلي مستوى الكنديشن بتاعه موصل لمستويات منخفضة جدا كنت دايما اعمل عليه كريك يمين واختار الترينج بتاعه اي نعم هو بتحرم من التدريب لمدة يوم ولكن بيرجع تاني يؤدي اداء كويس جدا اه ودوت لو ما عملنا شكدة وعطينا فرصة للتعافي لضعيبة المرهقة هتلاقي النتائج بتاعتك هتسوق جدا من الحاجات الثانية برضو اذ انا لحظتها موجودة في هذه النسخة هو الكروسنج الكروسنج او الكور العرضية اصبحت اكثر دقة عما كانت في النسخة الابريكية فكنت بالعب وكان معايا اتنين نروس حربة كان لون وكنت اشتريت تامي ابراهام ودول عشان كنت استفيد بضربات الرأس بتاعهم والطول بتاعهم المناسب وكنت بخلي الكروسز بتاعتي كنت دايما بعملها فلوتد كروسز كرات عالية والموضوع ده صراحة اسمر معايا باهداف عن طريق الرأس اهداف اكتر من المعتاد وكانت تكنيك ناجح جدا وده نتيجة استقلال اه محرك الذعبة الجديد الجرافج الجديد اللي ظهر في الذعبة وان الكروسينج فيه يعتبر واقعي الى حد كبير جدا من الاشياء برضو ادعجبتني جدا في نشخة 24 هو استاء تجديد عقود اللاعبين اه فيما مضى كنا لما نحب نجد العقد ذاعب اه بجيب الكنتراكت بتاعه وكنت بخش على النيجوشيشن او مفاوضات تجديد العقد مباشرة في نصف 24 ظهرت معي هنا انك انت ممكن تعمل تناقش العقد مع الايجنت او وكيل اللاعب قبل ما تعرض عليه فعلا هذا العقد الجديد لما نجي نبص كده بيقول لك بديك انت هنا خيارات انك انت مهتم جدا انك انت تجد العقد اللاعب او انك انت مهتم او ان انت مهتم قليلا وهكذا اه انا غالبا عادة يعني ما بخترش فيري انترستد عشان ذاعب ما يمليش شروط كبيرة فبقول له ان انا انترستد غالبا ان انا انترستد اه او اه يعني مهتم قليلا بختر واحد من دول ان انا عاوز اكدد هذا العقد طيب اه لما انا مثلا بدوس هنا او خلي بالك ان اه الكنتراكت بتاعته دلوقتي حاليا تقريبا واحد اه ونص مليون في السنة طيب لما انا بقول له ان انا انترستد فهنا بيعرض علي هنا شروط تجديد العقد اه بيقول لي انه هو عاوز اه ياخد اه اكبر وقت ممكن اه من الذعب يعني مثلا يبقى اه ريجوة ريستارتر او سكواد بذير مثلا انه هو عاوز سالري في نفس الرنج دو تقريبا وانه هو عاوز كنتراكت لغاية مثلا سنة اه 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 اربع وعشرين بشوف الشروط اللي مش عجباني يعني لو انا مثلا عاوز اخفض في الراتب بتاعه عاوز ازود عدد سنين العقد شوية اه مش عاوز ادي له وقت لعب كبير عشان ما يعملش مشاكل في الفريق فباجي هنا بقول له انا عاوزك اه تكون اكثر واقعية في املاء شروطك او ان انا بقول له هنا ان انا انا لا يمكن اوافق على هذا طايم مش حاضر اديك اه وقت اللاعب اللي انت بتقترحه اه او بقول له الشورت كنتراكت او العقد القصير دوت مش حينسبني انا عاوز اعمل عقد طويل مع اللاعب وهكذا هذه الخيارات انا بختار الخيار المناسب ليه مثلا بقول له خليه اكثر واقعية شوية في اهدافك اه بصوا لما انا دوست عليه هنا اه نزل هنا في المطالب المادية اللي هو كان عاوزها بعد ما كانت مليون وتسعة واربين من مية تقريبا اصبحت ان هي مليون واربعة وثلاثين من مية طبعا الكلام دوت هيوفر معك مبالغ مالية كبيرة لو الكلام دوت عجبك بتقول له اجريه وبتخش اه بتعمل كنتراكت بقى لللاعب بالشروط الجديدة اللي انت فرضتها على هذا اللاعب طبعا الكلام دوت ما بينفعش مع كل اللاعبين ده بناء على الايجنت بتاعه او الوكيل بتاعه وعلاقتك بهذا الوكيل هل هي علاقة ودية او علاقة عدائية او ما فيش بينكم علاقة اصلا ولكن الكلام دوت بيبقى مفيد جدا في اثناء تجديد عقود اللاعبين وكذلك لو انا عندي لاعب هذا اللاعب بفكر ان انا اشتريه بعمل عليه هنا وبقول له او مدى توفر هذا اللاعب للشراء ونفس القصة اللي احنا عملناها برضو اثناء تجديد الذاعب بقول له ان انا مهتم جدا فبضعت هنا فيبتدي يقول لي الشروط اذا الذاعب عاوز يتعاقد بيها معنا بشوف الشرط اذا انا بحاول اخفض فيه لو انا هممني ناحية المادية لو انا هممني ان العقد يبقى طويل شوية لو انا اه في بعض اللاعبين بتصمم ان هي تلعب في اه مفضل لها اه وانا عاوز اخد اللاعب دوت اللاعب في اه بوزيشن تاني خلي بالك لو انت اتفقت مع اللاعب ان هو يلعب في بوزيشن معين واخلفت هذا الوعد اللاعب معنوياته بتتأثر وغالبا بيطالب انك انت اه تبيعه مرة اخرى لو انت زي ما اتفقنا بقى وفقت على شروط هذا الوكيل اه اوكي بتدوس على اجريه اعاوز تغير في حاجة اه 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 زي ما تشافين اه هنا اللاعب نزل ثقف توقعاته المالية بعد ما كان تسعمائة وخمستاشر الف اصبحت ثلاثمائة وعشرين وهكذا دي من الاشياء الجميلة اللي ظهرت في نسخة اربعة وعشرين ان شاء الله رب العالمين استغلالا للاجازة اللي انا اخدتها من المدرسة اه هحاول ان شاء الله اعمل لكم اكتر من فيديو في الفترة القادمة دي في اه فيديوهين في دماغي واحد منهم اه ازاي اخلي المهاجم بتاعي يسجل اهداف اكتر وازاي اعالج عيوب التكتيج بتاعي ان شاء الله رب العالمين انتظروهم قريبا اه على اي الاحوال عشان ما طولش عليكم اكتر من كده هندخل نتفرج على جزء من مباراة اه هذه المباراة ان شاء الله مع فريق كوفنتري سيتي علشان فقط اه نشاهد محرك اللعبة الجديد وايه الاشياء اذي ظهرت جديدة في هذه النسخة هذي المباراة انا سجلتها باكتر من زاوي التصوير علشان اديكم فكرة عن الجرافيك بتاع اللعبة وعزرا لو اه دايته يعني في بعض التقطيع احيانا في الصورة اه ده نتيجة طبعا موصفات الجهاز عندي زي ما انتوا عارفيني الناس اللي تبعاني من فترة ويضة ان موصفات الجهاز عندي ضعيفة جدا ولكن انا لما جربت لعبة عند صديق لي اه موصفات الحاسوب بتاعه اقوى بكتير اه بصراحة كان اداء رائع جدا ولا اروع اه حقيقي لعبة اه 24 تعتبر متميزة في الجرافيك عن النسخ السابقة حاسبكم تتفرجوا على المباراة بدون تعليق مني اه اتمنى انك انت متنساش تضغط زر اللايك وتشترك في القناة لو جسة ما اشتركتش فيها واذا ان القاكم قريبا جدا ان شاء الله رب العالمين احتماد النهاردة ننزل فيديو جديد باذن الله رب العالمين اه اتمنى لكم السعادة دائما واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة